ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لجنة الوزرية الاقتصادية بمقر الحكومة مدينة العالمين الجديدة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وشهد الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وفي هذا السياق تمت الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس السيسي من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا كما تطرق الاجتماع إلى موقف المغزون السلعي الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية كما تطرق الاجتماع إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باعتبار السياحة رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي